كنا مرة بخدمة بالكويت أنا والدكتور زكريا ستاورو وفجأة نحن وعلى المنبر عم نخدم مثل عادي بنقدم دعوة وبيجي الأشخاص لقدام اللي معه فعلا اللي معه مخدرات بجيبته بيجي بيرميهن على الأرض واللي معه دخان واللي معه إشياء خطيه حاملة أو اللي عم يجي يحط قلبه قدام الرب ففجأة بتطلع أنا وقف على المنبر عمرني بتطلع بلاقي الدكتور زكريا ستاورو صار يبكي مثل الولد الصغير وشفته عبط حضن شبان وإن شاء الله يكونوا عم يحضرونا اليوم حضنوا صار يبكي مثل الولد الصغير خلصت الخدمة ومشينا قبل ما نمشينا إحنا وقفين قلت له ليش كنت أو يعني معود عليها 15 سنة مناخده مع بعض إنه ليش كنت عم تبكي هيك قال لي كان في عنا شخص بالمدينة حدنا قال لي هو على فقط سرير الموت كنت أنا قاعد حده مسكني حط مسكني بإجري وشد علي هو عم بيقبل ما يموت بساعات قال له أماني برقبتك أولادي بدي إياك تجيب لي إياهون على السماء صار يبكي الدكتور زكريا قال له أنا كيف تجيب لك أولادك على السماء واختفوا الولاد سبع ثمان سنين عشر سنين ما عاد عارف عنهم ولا خبر لحد هدك النهار بالكويت نحن وعم نخدم إجوا قالوا له نحن أولاد فلان فقال لي تخيل طلبة وصلاة هيدا الرجل القديس البار اللي رع على السماء سبقوا أولاده ما شايفون لما يشوفهم بالسماء كيف يكون موقفوا فتشجعك وشجع الأخوة المؤمنين اللي عم يحضرونا والأشخاص اللي عم يحضرونا أنا أؤمن بأنه كلمة الله لا ترجع إليه فارغة واللي زرع بكل قلب بيقول الذهب ذهابا بالبكاء حاملا مبدر الزرع مجيئا يجيئوا بالترنم حاملا حزبه